تعد أهرامات الجيسة واحدة من التحف المعماري المحيرة للعلماء فرغم بنائها منذ قرابة 4500 سنة إلا أن المهتمين بالحضارة المصرية القديمة تعددت آراءهم بشأن كيفية بناء هذه الصروح الفريدة دراسة جديدة لعالم الجغرافي الطبيعية هادر شيشة من جامعة إكس مرسيليا في فرنسا كشفت إمكانية بناء أهرامات الجيسة في ظل وجود رافض متفرع من نهر النيل لم يعد موجوداً اليوم والذي سمح بنقل المواد اللازمة لعملية البناء الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الأثار في مكتبة الإسكندرية ومدير عام أثار الهرم سابقاً أوضح لسكنيوز عربية أبرز ملامح هذه الدراسة التي كشفت الكثير من أسرار بناء الأهرامات سر بناء الأهرامات الدراسة الفرنسية أوضحت استخدام المصريين القدماء المجار المائية من النيل إلى منطق الهرم لنقل الأحجار وهذه المجاري كانت موجودة أيام الدولة القديمة عصر الأسر الرابعة في عهد الملك خوفه ثم جفت بعد ذلك الأحجار الخاصة بالكساء الخارجي للهرم كان يتم جلبها من منطقة طور شرق النيل أما الأحجار الخاصة بالبناء فكانت من الصخر الطبيعي الموجود عند هضمة الجيزة المحجر الذي بنيت منها الأهرامات الثلاثة كان جنوب الهرم الثالث هرم الملك من كورع الدراسة تتوافق مع بردية وادي الجرف التي اكتشفت سنة 2013 قرب السويس عند البحر الأحمر وتحكي عن شخص اسمه مرر وكان مفتشا يأتي بصحبة مجموعة من العمال ويجلبون الأحجار من منطقة طرة الشمالية والجنوبية اكتشاف مقبرة سر بناء الأهرامات في عام 1990 اكتشفت مقبرة لبنات الأهرامات بالجيزة على يد الدكتور زاهي حواس فريق العمل الخاص به وهي الدليل المادي على أن المصريين الفدماء هم بنات الأهرامات عالم الآثار الأمير كيمات لينر اكتشف بعد ذلك منطقة الإعاشة الخاصة بالعمال والطعام والإقامة والتي كان العمال كتتون منها خلال العمل في هذا البناء الطريق الصاعد الذي نسميه مدخل منها وسعت أحد المسارات التي استخدمت لنقل الأحجار لبناء الأهرامات وهو يستخدم حاليا كمكان لدخول منطقة الهرام حول سر بناء الأهرامات يأكد الدكتور حسين عبد البصير أن البناء كان مرتبطا بالعبادة الشمسية فخلق الكون من مصر القديمة كانت لنظريات أشهرها نظرية عين شمس أو هلي وبوليس والتي تفترض أن الكون عبارة عن ماء بزغط منها الأرض كجمم ثلثة مثل الأرض الناهضة كما ارتبطت فكرة الهرم بسكوت أشعة الشمس على الأرض والتي يعطي ضوءها شكل هرمين منه إخذ المصريون القدماء فكرة الهرم هدم الأهرامات وأبو الهولوي ضيف عبد البصير أن في العصور الإسلامي ينتزع الكساء الخارجي للأهرام ما عدا جزء بسيط في قمة الهرم منكاورة حيث تم استخدامها في بناء المنشآت الإسلامية مثل قلعة صلاح الدين وبهاء الدين دراغو وشو غيرها ولفت عبد البصير إلى أن آل مصر محمد علي باشا كان ينوي هدم الأهرامات الثلاثة وبناء القناطر الخيرية بأحجارها إلا أن مهندسا فرنسيا نصحى بعدم الهدم ولن يكتنع بالعدول عن هذه الفكرة إلا بعد ما علم أن الفارق بين هدم الأهرام واستخدام حجارتها وبين تطع حجارة جديدة من المحاجر كان 20 مليمان فقط وهو ما أنقذ الأهرامات وأبو الهول من الهدم والتخريب ترجمة نانسي قنقر